اسم محمد العربي هذا بسؤالنا الأخير ما هو المطلوب سياسيا في مرحلة حاسمة بهذا الشكل من مقري من بن فليس من حمروش من غديري من جاب الله من بن بيتور كرموس وأيضا من كل النخبة يعني من مدراء الجامعات من يعني هذو اللي واصلين نحني واللي وزراء من الطبقة السياسية سواء اللي استقالت أو من الطبقة الآن اللي راهيه في الواجهة وليسميته مناية وخاصة هذو اللي شاركوا فيه الانتقابات وما زالوا يروحوا يمضيه وسيد الاستمارات إلى كل الجزائريين اللي يحمل بحق هذا الوصف هذه البلاد هي أرض للشهادة عبر مئات السنين يجب أن يتتوقف هذه الرداء وهذا الفساد وهذا الإفساد وهذا الإجرام وهذا النهب ولكي يتوقف يجب أن ينسحب الناس يزعمون أنهم في أحزاب وهم يعرفون أن ليس هناك حياة حزبية ويزعمون أنهم في إدارة ويعرفون أن الإدارة من أسوأ ما يوجد ويزعمون أنهم في الدبلوماسية أو في القضاء أو في الولايات أو وهم يعرفون ذلك الجزائر الجديدة ستجمع الجميع كل حسب كفاءته كل حسب طاقته كل حسب قدرته وستكون مفتوحة لجميع أما هذه العصابة فقد أغلقت البلاد وخلت مجموعات فاسدة محيطة بها أفسدت بها البقية إذن أنا أنصح كل إخواني داخل أينما كانوا داخل الأحزاب داخل الإدارة داخل الشرطة داخل الدرك داخل المخابرات داخل الدبلوماسية القضاء أينما كانوا نسحبوا والتحقوا بالشعب هذه المرة الشعب سيستلم السلطة بإذن الله حقا وفعلا لكن أضيف إلى عقلاء السلطة إذا بقي فيها عقلاء البلاد في وضع في مفترق طرق والشعب قال كلمته وهوها هو يقولها وسيستمر الطلبة سيخرجون يوم الثلاثة على الساعة العاشرة صباحا من مختلف الجامعات المركزية في البلاد والنقبيين سيخرجون الخميس وآخرون سيخرجون وخرج الناس في كل مكان والجمعة ستكون إن شاء الله مليونيات أول مارس إذن لا تنتظروا إخواني إخواني داخل السلطة أقول إخواني لأننا ما زلنا نعد بأن فيه بعض العقلاء قد يستمعون إلى العقل ويقفون كبار سفهاء ويضعونهم جانبا إذا لازم الأمر ضعوهم جانبا احجزوهم وخذوا الأمر بأيديكم وسلموه فيما بعد للشعب لأن الشعب هو صاحب القرار الشعب هو صاحب السيادة الشعب هو صاحب تقرير مصيره إذا لم تفعلوا فإن التاريخ يكتب وجوجل يكتب والناس تعرف والأنترنت تعرف والفضائية تعرف هنا وإن شاء الله صلت لتحق فضائيات أخرى كلمة أخيرة أقول هناك من يقول نحيو الانتخابات أيضا من الأمور الشعب يقول ومن بعد وشكين فالناس يردوا بالأليات الأليات الانتقال الديمقراطي موجودة يعني بطبيعة الحال كل ما هو مزيف ومن يساهم في هذا التزييف يساهم في تدمير البلاد وتزييف العقول ليس هناك انتخابات هم يعرفون ذلك ولذلك أنا أنصح الذين يريدون أن يترشحوا لأنهم ليسوا من ترشحين بعض بالنسبة للناس اللي جاءوا من الخارج المجلس الدستوري سيلغي ترشحهم لن يقبل لأن دستورهم لا يقبل ذلك ولذلك أنا أدعوهم أن ينسحبوا من الآن حتى يحفظوا مع الوجه ونصح الدستور ويكون كل جزائرية من حقه ويترشح بالضبط سيعدل وسيعود إخواننا لجميع لمن أراد أن يشارك في بناء البلاد من خلال السلطة ماذا عن الأسواal الكبيرة هذه نوعي ترشح أو مزات مترددة مثلا لا تفعلوا إخواني خاصة اللي كانوا في السلطة اللي كانوا رؤوسا وزارات أو كانوا وزاراء أو يعرفون الحقيقة يعني بن فليس أخرج كتاب طويل وعريس سمى الكتاب الأبيض حول تزوير الانتخابات وأعتقد أنه لن يذهب إلى الانتخابات وأنا شفت أن الموقف انتهى حتى صراحة كان يوم الخميس كان يدعم هذا الحراك الشعبي ونحن نثمن كل موقف ولو يجي متأخر من عن أي كان نحن نريد حتى الجنرالات هؤلاء اللي فيدهم البلد لو كان ينضموا الآن للشعب نحن نفرح ونسعد بذلك نحن ذلك ما نريد قالوا ذلك ما نبغي والشعب عموما ما هو حقود شعب الجزائري بالضبط سيسمح وسيتفهم وسيفعل وسيفعل لكن من يتأخر سيدفع الثمن سيدفع الثمن نحن نريد أن يكون الثمن مدفوع يومها أمام القاضي العادي لكن أنا أعرف أن الشعب الجزائري شوف الشعب الجزائري خرجت المظاهرات في عدة بلدان عربية الكثيري الشعب الجزائري أول أمس رحل القصر المرادية يعني في الساعات الأولى كان في قصر المرادية ولولا أن هناك عقلاء جابوهم وخرجوهم لكن اقتحموه الشعب الجزائري راه يصبر يصبر لكن كي يشعل يشعل نحن نريد أن تبقى سلمية أن تبقى هادئة إخواني في الشرطة في الدرق مرة أخرى أنتم دوركم حاسم كما يقولون جوكر يعني أنتم ورقة مهمة جدا إذا انضممتم لإخوانكم الشعب ستتحررون وتتحرر الجزائر إذا لم تفعلوا ستبقون عصى وتبقون تحت أحذية السفهاء الذين نهبوا البلاد وخربوها أشكرك ززير الشكر محمد العربي زيتود الدبلوماسي السابق وعضو حركة أمانة رشاد